محافظة قاهرة ورئيس حقيقية مدية ناصر مع كتن محمود الخطيب معانا لمتابعة انشاء الجراش السطحي فرامية ناصر الجراش مقام على مساحة 3000 متر مسطح بيسى حوالي 650 سيارة بالاضافة لاماكن انتظار لزويل الحاجات الخاصة كان فيه متابعة جدا من المحافظة للمحافظة حريصة جدا على الجراش داخل النادي لتوفير اماكن انتظار في المنطقة المحيطة بالنادي تفقدنا وتلافينا في كل الاماكن وشافوا مكان الجراش وقفوا على رسومات وقفوا على كل حاجة نشغالين بيها هم كانوا يتابعونا النهاردة في التنفيذ ولفوا على كل المنشطة النادي معانا في المنشطة حتى قائمة على التنفيذ اللي برا موضوع الجراش زي موضوع البوار الفرعية بصنا عليها خديمة الكورة خلاص بنخلصها برضو في عندينا الأسوار على شريء النصر وعلى شريح حسن المأمون برضو هنبدأ فيها تبقى لتعلمات مجزوعة النادي وتبقى للمنشطة الطلبات برضو المحافظة نفس الكلام فهي زيارة ختموفقة بصراحة وتابعوا معانا الموقف على الطبيعة وربنا يكلمنا ان شاء الفترة الجاية نطلع بالجراش يعني ده حين من ساحة بدخلت النادي في التسعينات لحد النهاردة نأمل ان شاء خلاص الفترة الجاية إضافة كبيرة لأعضاء النادي الأهلي حيخف التكدس بشكل كبير جدا خارج النادي الأمر قد التنفيذ مش مجرد رسومات على ورق ولا مجرد أحلام من أحلام بيها لا ده فعلا خلال شهر هنلاقي الشركة في الموقع وشغالين احنا هنبدأ من الأسبوع الجاية إن شاء الله لأن الأسمات خلصت معانا الموافقات والمحافظة بيتتابعنا وإحنا وكادت المحوك كمان بيتتابع الشغل اللي كان معنا فالقصة كلها خلاص مكتملة مش مجرد فكرة بتقدم من الاعتماد لا ده فكرة قيد التنفيذ خلاص الحلم يعني هايز بحقي إن شاء الله فترة الجاية ونركن جوا النادي بقى يبقى فيه مكان انتظار إن شاء الله صلاحة مسؤولة المحافظة بالكامل إن هي بمحافظ كل العقبات كالكات المحمود تحت أمم النادي الآلي في أي إزالة أي عقبات أي موافقات أي تصريح هم جماعة بصلاح مشتوى تأخرين عندنا النهائي بالعكس إذا عارفوا طلباتنا إحنا شغالين إزاي هم مكملوا بيكملوا معنا وبيتابعونا كمان حشان هم عايزين برضو الجراش يطلع للنور لأنه خلاص من أول مبارع ما حدش فيه أماكن انتظار خارج النادي يكيدوا داخلين شايفين ما حدش فيه خلاص أماكن انتظار طب خلاص الأعضاء هتيجي تخش هتقعد فين فالجراش ده حيحل المشكلة كبيرة جدا للمنطقة بالكامل إحنا حاليا نشغالين في الأفرح التجمع الخامس ومديد نصر والشيخ زايد والجزيرة مع الجاتسيا ديها كلها كويس وبصراحة شغالين معنا إيدهم بإيدنا في كل ما شغالين بيها وبالتنصيق والترتيب والجدول الزمنية وبالتالي اللي حصل في السنتين اللي فاتت دول يعني خير دليل على الإنجاز بصراحة يعني أنا في النادي 30 سنة لقاتي ما فيش أربع سنين أو دورة انتخابية تمت زي إنجازات الدورة دي ربنا تايمة على خير ونخلص المشروعات اللي معانا ونخلص كل حاجة مجلس دارة وعد بيها في برنامج آية الأهلي خلال السنة النصف الفضيل إن شاء الله من عمر